الكلمة الآن لفهاي انترناشنال كميونيتي سيدي نائب الرئيس مرت أكثر من ثمان سنوات وما زال بلد اليمن يعاني من أعمال التطرف تحول اليمن من بلد حضارة السبأ وغيرها من الحضارات التي كانت منارة لتقدم الإنسانية إلى بلد يضطهد فيه الإنسان من قبل أخيه بسبب الفكر أو المعتقد لا زال الحوثيون من دواء آخر عام 2014 مستمرين في اضطهادهم الممنهج للبهايين ساعين في محاولاتهم للقضاء على البهايين والذين يمثلون أحد المكونات الأصيلة في المجتمع اليمني وذلك يعتبر تحديا صارخا لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان العالمية والتي أقرها الدستور اليمني مما يعرض الآلاف من البهايين إلى مخاطر مستمرة تصل إلى حد الحكم بالإعدام بسبب إيمانهم بالدين البهاي مع ذلك يواصل البهايين جهودهم لتعزيز وغرس مبادئ التعايش السلمي والمواطنة وزيادة الوعي المجتمعي في مختلف المجالات من أجل المساهمة مع أقرانهم في بناء اليمن ومع ذلك وحتى يومنا هذا يواصل الحوثيون نشر خطاب الكراهية ضد البهايين في وسائل الإعلام ومن خلال برامجهم التعليمية التي تهدف إلى خلق حالة من العذاء المجتمعي تجاه البهايين يجب على مجلس حقوق الإنسان الاستمراري في جهوده الفعالة لمحاسبة الحوثيين على أفحالهم وحماية البهايين في اليمن من خلال تطوير آليات أكثر فاعلية لرصد ومنع انتهاكات الحوثيين الحقوق الإنسان شكرا لك شكرا لك